تضييع للرعية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعيه الله عز وجل لرعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد ريح الجنة رواية تانية ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيات غاش ليهم حرم الله عليه ريح الجنة أنك تغش الرعب ما تنسحاش تقصر فيها وتهملها وتهمل التوجيه أو الإرشاد ليها أغلب الأبناء فسادهم بسبب الإهمال من الأب والأم ما عادي ما احنا بنأكلهم وشربهم ونزاكر غلط التربية الإيمانية النبي علي ستسلموا لكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان شوفوا بقى لا تعالشوني ابن القايم كان بيقول ايه كان بقول أقصر الأولاد فييجي فسادهم من قبل الأباء نتيجة الإهمال الأب والأم له وإنك تترك تعليمهم وتعليم الفرائد الدين والسنن فأضعوهم صغارا ما ما نفعوش نفسهم لما كبر ولم ينفعوا آباء كبار لما كبروا خلاص لما يعاتب كل واحد الأب والأم أنت عققتني صغيرا فعققتك كبيرا طبعا ده مش حجة يعني عققتني صغيرا عققتك كبيرا يعني وأضعتني وليدا لا اخترت لي اسم ولا علمتني الدين ولا القرآن ولا اخترتني فأضعتك شيخا طبعا ده مش حل إن الأبناء يعقق أبوا ممو بسبب تقصيره وأبا أمو لهم الحسنة وطالما عرفت الصح من الغلط تاني حاجة تاني نية إن أنا أكسب الأجر عندي أجر أو تالت نية نكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أجر التربية عظيم جدا كل نفقة تنفقة على الأبناء احتسابنا صدقة لله عز وجل حتى العلم اللي بتعلمه كل ده في مزان الحسنان عبادة لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة واددال على الخير كفاعلة ولهم حق النزح لله ومسلمين وإمة المسلمين وعامات أولادك منهم فحرصك على أولادك إن أنا أول كلمة الله أنا اللي أقولهم أول فتح أنا اللي علمها الأولاد إزاي الأخلاق ومكرم الأخلاق مقسب لي نحتساب الوقت والجهد والصحة كل دول مش بس الأموال على فكرة لا كل ده في مزان الحسنان أولادنا أمان يا جماعة الله عز وجل هيسألنا عنها يوم القيام والابن الصالح جميل بقى الابن الصالح كرة عينة ودينية كمان ولد صالح يدعو له يقول لك أكبر حزن وأسى وحصرة ووجع قلب بجد إنك تشوف ابنك فاسي ده استغفر الله أو شوف ناس إله يجيلوا معرفش ويموت دعايل كذا 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 متعب أبو أم عشان بس الشر لا لا لكن الولد الصال أكبر نعمة ونعمة دنيا ونعمة في الآخر بعد الممات الزخر طبعا ولد صالح يدعو له وترفع بالدرجات طبعا إحنا طبعا محتاجين الكلام ودي نية من النواة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا إيه مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم إنه انتفع به أو ولد صالح يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد اللي ترفع درجاته في الجنة أو الرجل ترفع درجاته في الجنة فيقول أن هذا فيقول باستغفر ولدك لك طب نعلمهم إيه حب الله عز وجل كرب من الله الكرآن السنة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم طلب اللي استعانى من الله سبحانه وتعالى وعلمهم كده من صغرهم حديث سميسة سيدنا عبد الله بن عباس لما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ الله مش ده اسم الله الرقيب احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد وتجاكل مراقبة لله عز وجل إذا سألت بسأل الله التوكل وإذا استعانت فاستعن بالله هذه اللي استعانى وعبادة اللي استعانى واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشا لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه رفعت الأقلام وجفة الصحب وفي رواية تانية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيب قدر تعليم القداء والقدر هو من أصول الإيمان الستة واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يصر مراقبة الله التوكل على كلها أسماء بتاع خمس ستة أسماء هو وأصول الإيمان الستة سن إيه يا غلام يعني كام سن إيه من سبعة لأربعة عشر يبقى التعليم اسم الله الرقيب رجعوا الحلقة دي مهمة موجودة على اليوتيوب اسم الله الرقيب ورقبة الله عز وجل